موسيقى بوشرة مالك سيناريست اوطر سيناريست منسبة الالوبتسام الالوبتسام هو واحد تلفيل يكون ان شاء الله في رمضان بطولة البتسام تسكت دو الالوبتسام وهو واحد تلفيل اللغدي نشوفه فيه بتسام بشكل اخر دور ديالها مش دور مغنية ولا مطربة هو دور موديعة لديها برنامج خاص لكيحل المشاكل ديال الازواج وباش من حرقش الفيلم المهم غدي تشوفه بطيسام فوجه اخر وفي قصة بغلي فام للعيالات يكتدر بزاف على تعنيف ديال العيالات بطيسام تسكت لقاء ديال معها في مسترشاف سيليبرتي وفي مسترشاف سيليبرتي كنت اعرف بطيسام تسكت للمغنية عبر الشاشة ولا انتغنت كنت اعرفها مزيلا ولكن من فجل تقربت منها كتشفت لانسانة الطيفة وطيسة وهنا وقلت بغني نعرف عليها بزر ديال الحوايج ونكتشف الفيديويات ديالها في الاسطا غاك وخاصة في الأكاديمي ديال المسرح وانا عندي واحد الحدث شكل داير منهر لول قلت هذه إلى دخلات المجال ديال تمتيل غادي يكون عندها شأن لانها إنسانة عندها واحد واحد الإحساس مرهف بزاف والفنان هو هذا ومخدلاتنيش لان انا كنت معاها في الكواليس وفي التورناج ومن بعد شفت الفيلم كامل يعني بتيسام غا تشوفوها وتنظن بأن الناس سيكونوا فانس ديالها غا يكونوا راضيين عليها بزاف طبيعة الحال احنا كنا نأخذ انتقادات وانتي داير مسائل عادية بقا غا تدري شي حاجة ماشي عادك كانوا انتقادات مجو الجهات كانوا من الناس العاديين والناس العاديين كانوا نعذرتهم لأنه ونهار اللي غادي يشوفوا الفيلم يبدلوا رأيهم ولكن انتقادات المقبلة كانوا من المجال الفني كانوا بزاف المجال الفني لكنهم يسولوني وللاش بتسام على تسالة والممثلين والممثلات ألا تسالوش ولكن انا ممثلين وممثلات رائعين ولكن انا شفت فيه بتسام السؤال هو على شلاء رغم ان ابتسم مشي الولى لقد أدخلت المجل في الفني حاتم عمورته أخذ تجربة التمثيل وكان جيداً ونحن نرى الكثير من التلفاز الميصرية ونظن لديهم الممثلين ويشتح ممثلين لأن الفن ليس لديه حدود ساعد المجرد يمثل وكان مزيان لذلك كانوا انتقادات اشتركوا في القناة